اشتركوا في القناة تقسيم اتنين نجمة هو بيقول هنا ان الدائرة خمسة اضعاف النجمة يعني ممكن اشيل هنا الدائرة واخليها خمسة نجمة زائد النجمة الموجودة هنا تقسيم اتنين نجمة او نجمتين يساوي هنا خمسة وهنا واحد يعني ستة من النجمات وهنا اتنين اعمل عملية تبسيط النجمة هنا كأنها تمثل عدد اوخر العدد دا مع العدد دا ستة تقسيم اتنين يساوي ثلاثة واخطار باء نلتقي مع هذا السؤال من تجمعات الفترة الاولى والفترة الثانية اذا كان ثمانية اشخاص يلسون على ثلاث طولات بهذا الشكل فكم شخصا يمكنه الجلوس على تلتاشر طاولة كما هو مبين ان الطاولة الاولى جالس عليها شخصان هنا وفيه شخص فيه الطرف الايمن الطاولة الثانية جالس فيها شخصين والطاولة الثالثة جالس فيها برضو شخصين وفيه هنا واحد على الجهة اليسار اقدر اكتشف هنا قانون ان كل طاولة هيجلس عليها شخصين يعني اقول كده اتنين ان مع اضافة الشخص اللي في الطرف الايمن والفي الايصر اختار يعني اتنين فلو عندي الان تلتاشر شخص يبقى اتنين ضرب تلتاشر واضيف عليهم الاثنين يساوي اتنين في تلتاشر يعني ستة وعشرين زايد اتنين يساوي تمانية وعشرين واختار جيم مع السؤال الثالث بدأت مسابقة الساعة العاشرة وانتهت بدخول اول متسابق الساعة الحادية عشرة وواحد واربعين دقيقة اذا وصل اول متسابق الساعة الحادية عشرة وواحد وثلاثين دقيقة ووصل احمد في منتصف الوقت بين الاول والاخير فكم وقت وصول احمد تعالى نمثل معطيات كده هي بدأت المسابقة الآن الساعة العاشرة والمتسابق الاول الفاز بالسباق وصل الساعة الحادية عشرة وواحد وثلاثين دقيقة المتصابق الأخير وصل الساعة 11 و 41 دقيقة الفرق هنا كام الفرق هنا 10 دقائق أحمد دخل في منتصف الوقت هنا يعني بعد 5 دقائق من المتصابق الأول المتصابق الأول 11 و 31 و منتصف الوقت منتصف العشر دقائق لخمسة أضيف عليهم خمسة يبقى هنا 11 و 36 وأخطار باء نوقف في الفيديو ثواني لحل هذا السؤال ثم نلتقي مع الإجابات إذا كانت سين تساوي سالب نصف أو جد واحد على سين تربيع نائس سين تربيع تعالي نجيب الأول سين تربيع كده عشان تسهل علينا الحال سين تربيع هتساوي سين هنا بسالب نصف لكل تربيع أنتوا عارفين لو القس الزوجي يلغي الإشارة السالبة يبقى كانها الآن نصف تربيع أعمل عملية توزيع واحد تربيع واحد واثنين تربيع يعني أربعة فبيقول هنا أوجد واحد على سين تربيع نائس السين تربيع واحد على سين تربيع يبقى واحد على ربع نائس السين تربيع اللي هي ربع طبعا إحنا قلنا ده اسمه بسط وده اسمه مقام وده اسمه مقام المقام قلنا قبل كده أن مقام المقام بيطلع فوق يبقى إيه؟ يبقى بسط يبقى مسألتي هنا الأربعة نضرب في 1 يبقى 4 على 1 ناقص 1 على 4 اعمل توحيد المقامات اضرب هنا فيه 4 وهنا فيه 4 شير طبع المقامات موحدة ساوي هنا للأربعة المقام الموحد 4 على 4 ب 16 ناقص 1 هيعطينا 15 15 على 4 واختار الله وهذا السؤال يقول احسب قيمة 2 على 5 ضرب اتنين على خمسة ضرب واحد على خمسة زائد واحد على خمسة ناقص تمانية من عشرة على خمسة وعشرين. تعرفين في الضرب باضرب الباست في الباست كده اضرب كل البسوط واضرب كل المقامات هكذا يبقى اثنين في اثنين اربعة اربعة في واحد اربعة على خمسة في خمسة وعشرين في خمسة يعطينا مية خمسة وعشرين. زائد اجل القص التاني هنا واحد على خمسة ناقص 8 من 10 أضرب 10 عشان تصير 8 وهنا تكون 250 خلي هنا 4 على 125 زائد 1 على 5 أعمل عملية تبسيط هنا أقسم على 2 في البسط و2 في المقام 8 تقسيم 2 4 250 على 2 في 125 أعمل عملية تبسيط هنا 4 على 125 بالموجب و4 على 125 بالسالب خلاص يبقى الجواب 1 على 5 وأخطار ألف و1 على 5 مع هذا السؤال السهل مع خالد وعلي 16 ريالا وأرادوا شراء دفترين ومجموعة من الأقلام إذا كان سعر الدفتر 6 ريالات والقلم 75 بالمية يعني 75 هللة فكم قلم يمكن شراءه خلي بالنا هم اشتروا دفترين الدفتر ب6 يبقى لأول 6 ضرب 2 يساوي 12 دول 8 الدفترين هم كان معهم 16 ريال أطرح منهم الـ 12 8 الدفترين يطلع الجواب 4 باقي عندي 4 ريال وبيقول هنا القلم بـ 75 هللة أو 75 بالمية طب الـ 4 ريال أقدر أجيب بينهم كم قلم تعرفين 75 و 75 بالمية يعني ريال ونصف يبقى الآن عندي قلمين بريال ونصف وكمان قلمين بريال ونصف يبقى عندي الآن 3 ريال يبقى 4 أقلام بـ 3 ريال باقي عندي ريال أجيب به كمان إيه؟ كمان قلم فقط يبقى عندي الآن دفترين وخمس أقلام وأختار ألف نلتقي مع هذا السؤال السهل طبيعة ليزر تطبع 420 ورقة في الساعة وطبيعة نقطية تطبع 120 ورقة في نفس المدة إذا طبعت الطبيعة النقطية 720 فكم تطبع طبيعة الليزر ممكن نحلها بالتناسب الطبيعة الأولى طبيعة الليزر 420 يبقى الطبيعة الثانية كام 120 طب هذه الطبيعة طبعة 720 كام تكون طبعة طبيعة الليزر زي أنتم شئفين المية وعشرين والسبعمية وعشرين لو أخرت الصفر لننتصغير المسألة يعني هنا 12 وهنا 72 الـ 12 عشان أضربها في كام سوى 72 أضرب في 6 يبقى 6 في 120 بسبعمية وعشرين أضرب هنا في الجهة التانية كمان في 6 6 في 0 بصفر 6 في 2 بـ 12 وفي اليد 1 6 في 4 بـ 24 1 25 يكون الجواب 2520 وأختار بقى نبتقي مع هذا السؤال الهام إذا اشترى رجل جوالين بخصم 20% ثم اشترى أربع جوالات بخصم 40% ومجموع ما دفعوا 6,000 ريال فكام سعر الجوال قبل الخصم طلب مني الجوال الواحد قبل الخصم طلب طريقة سهلة أنا لو قلت الجوال فرضا بمئة ريال يبقى الجوال هو بمئة ريال هيخصم 20% من هذا الجوال من هذا الثمن هيبقى 8 وكام 88 طب هنا جوالين يعني كمان مئة ريال خصم 20% يبقى هنا 80 يبقى هو اشترى الجوالين المفروض كانوا بمئةين ريال هو اشتراهم بمئة وستين ريال بنفس الطريقة الأربع جوالات أربعة في مئة يعني المفروض لو هو هتفع فيهم أربعمية قبل الخصم هم عليهم خصم كام خصم 40% يعني كل مئة أربعين صار عندي ستين وستين 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 باقي من الخصم أربعة في ستين يعني مئتين واربعين ثمانهم قبل الخصم أربعمية ثمانهم بعد الخصم مئتين واربعين تعالى نجمع الآن يبقى الثمن قبل الخصم هنا الأصل مئتين واربعمية يعني ستمائة ريال قبل الخصم طب وبعد الخصم كان مئة وستين ومئتين واربعين هيعطينا أربعمية يبقى ده اللي قبل الخصم وده بعد الخصم طب هو دفعت ستة ألاف الستة ألاف اللي هي بعد الخصم. يبقى هنا ستة آلاف. يبقى ثمن الأجهزة قبل الخصم سين. الأجهزة الستة. أعمل التناسب. حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين. سين يساوي. هنا اربعمية تحت. وهنا ستمية في ستة آلاف فوق. أشي من هنا صفرين مع صفرين. أقسم على الاثنين فقى الاثنين على الاثنين فقى الثلاثة. أقسم على الاثنين فقى الواحد. ستة آلاف على الاثنين يعني ثلاثة آلاف. ثلاثة في ثلاثة آلاف يعني 9000 فهو دفع 6000 والمفروض لو ما في خاصم يدفع 9000 9000 تمني الأجهزة الستة قبل الخاصم لو أنا خدت 9000 وقسمتها على ستة أجهزة أسم على الثلاثة على الثلاثة فعالتنين 9 الثلاثة فيها الثلاثة وأضع الثلاث أصفال 3000 على الثلاثة يعطينا 1500 يعني سعر الجهاز قبل الخاصم هيكون 1500 ريال هي الإجابة الصحيح نلتقي قريبا مع المحاضرة الثانية عشرة شكرا والسلام عليكم